قوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشان والمنكر ويولا قطر الله عليكم ورحمته ما زدى منكم من أحد الأبدا ولا دين إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا إنه من يحده لله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبدا ورسوله أيها الجمع الميزون فإننا في هذا المنبر المبارك نحيكم بتهية الإسلام المباركة الطيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاليوم كما كنا نتحدث في هذا المنبر أو كما قلنا في أسابيع الماضية عن فوائد وفضل بعض الآيات وبعض الأدية المعصورة من النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم عيدا إن شاء الله فالحديث سيستمر عن فضل دعاء من أدية المعصورة من القرآن ومن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تتذكرون فإننا في أسابيع الماضية تكلمنا عن فائدتي لا هول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم واليوم إن شاء الله سنتحدث عن فائدتي وفضل توقما أي توقما تتلك الدعاء أو ذات الدعاء وموى حظبنا الله واليوم الوكيل فإن حظبنا الله واليوم الوكيل طنف من بعد الآيات آيات القرآن الفكر الحكيم ومن فائد هذا الدعاء من قال حظبنا الله واليوم الوكيل يعني أنه يلتج إلى الله سبحانه وتعالى ويأتسم به فهو السبيل إلى الإزة والكفاية ومن فائدها أنها تدل على حصول الخير ودفع الشرع عن المسلم في الدنيا والآخرة كما جاءت الآيات في القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْا أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا هَذْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَقَالِهُ وَكَمَا قَالُ اللَّهُ عَدْوَ جَلَّ فِي آيَةٍ أُخْرَى الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ فَأَخْشَوْلُهُمْ فَذَادَهُمْ كِيمَانًا وَقَالُوا هَذْبُنَ اللَّهُ وَلِئِبَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِيمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَنْ يَنْسَسْهُمْ سُوءٍ وَاتَّبَقُوا رِدْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُوْفَرْلٍ أَرْضِي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن ابن أباس رضي الله عنه حَذْبُنَ اللَّهُ وَلِوَ الْوَكِيلِ قَالَها إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَالَها مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ وَكَالُوا إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَرُوا لَكُمْ فَحْشَوْهُمْ فَذَادَهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا أَذْبُنَ اللَّهُ وَلِوَ مَاً وَكِيلٌ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروك إنه هو الغفر والرحيم